مثال آخر على ثالثا وهي حل متبينة تحتوي على كسر المقام موجود في المتغير X هنا هو جبالي كسر واحد فقط وبالتالي مباشرة أبتدي أحل البسط وأحل المقام فلوحنا بصينا على المقام نلاقيه ممكن تحل X ناقص ثلاثة في X زائد واحد اللي خلق لشرطين مختلفين أن الإشارة هنا سالبة فوق هتبقى 3X ناقص أربعة في X ناقص واحد اللي خلق شرطين متشابهين الإشارة هنا إيه مجابة الكلام ده أكبر من الصفر نجيب أصفار البسط وأصفار المقام أصفار البسط هنا إن إيه مجبدا أن 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 إيه م ثم اصفار البست والمقام على طول مباشرة نرسم خطي اعداد امثل فيه أصفار البست و أصفار المقام سنجد 1 و 4 – 3 – 3 وسلب 1 بعد السلب 1 يبقى الواحد بعد الواحد يبقى 4 – 3 بعد الارباعة – 3 يبقى كم منطقة؟ واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة عايز اشوف المناطق دي اشارتها ايه فانا اخد ولي اكون مثلا هنا الصفر لو انا عوضت عن اكس بصفر في الطرف الايسر هلاقي صفر نقص 4 بقادة سالب صفر نقص 1 سالب سالب في سالب بموجب سالب في سالب المقام صفر نقص 3 سالب 0 زائد 1 سالب سالب المقام موجب المنطقة دي سالبة عندما تعود اختصار الوقت سالب هنا سالب هنا موجب هنا سالب طيب انا عايز انهيهم ابص على العلامة التابعة على الاجتماعي اكبر من الصفر يبقى عايز الموجبه ودي موجبه يبقى الاكس بتاعتك تنتمي للفترة من سالب 1 الى 1 اتحاد الفترة من 4 على 3 الى 3 طيب اعجي تشوف من فترة مفتوحة من فترة مغلقة ابص على اسفر المقام اسفر المقام 3 يبقى هنا مفتوحة اسفر المقام سالب 1 اسفر البسط لو فيه علامة تساوي مغلقة لو ما فيش يبقى انت عندك فترتين فترة من سالب 1 الى 1 المفتوحة اتحاد الفترة من 4 على 3 إلى 3 أيضا مفتوح